مصطلح البيت الشيعي مصطلح مهم وينبع عن مشروع وفاعلية سياسية بعد ذلك بدت الصراعات موجودة طبعا احنا ما عدنا بيت شيعي ولكن ايضا الصراعات عفوا ما عدنا بيت سني ولكن الصراعات السنية موجودة خلينا اسمع رأيك بالبيت الشيعي بعدين اسمع رأيك بالبيت السني أنا الأولى لا أعترف بالبيت الشيعي لأنه بالأساس ماكو بيت شيعي ماكو بيت شيعي أكو سلطة أكو شيعة السلطة إذا هذول هم يسموهم هم هذول هو البيت اللي أسسه وقتها أحمد الشلبي البيت اللي أسسه وقتها أحمد الشلبي وجمع كل القوى الشيعية تحت هذا النظر هذا راح هذا بقى منه بس المصطلاح ومنه سيقعد الحكيم دي يقعد الآن ويا المالكي أو السيد مقتدى الصدر ويا المالكي أو أي واحد من الآن زعماء ما نسميهم بالبيت الشيعي يقعدون يقعدون كل واحد الدورفت بس يقعدون يأكلون سوة ينامون على صفحة يسلفون بالليل يرجم لفد اجتماع يومي من باب المجتمع وليس من باب السياسة حتى علاقات اجتماعية ماكو واناكو بيت شيعي هاي قذوبة هاي واناكو بيت شيعي اكو معسكرات شيعية ليش سيد مقتدى الصدر يعني طلع عن هذا الاجماع الشيعي برأيك وثار وتوجه بقوة مدنية كبيرة نحو المنطقة الخضراء في محاولة لاقتحام مجلس النواب ومجلس الوزراء ليش يعني ثار سيد مقتدى الصدر عليهم برأيك انا كاتب كراس عن التيار الصدري شون ولد وشون طلع ومنذ عام الفين كاتب انا في كاتب دراسة عنا ومعظم كتب اللي صدرت قبل عشرين سنة انا كاتب عن التيار الصدري قبل نصي التايار جنت اسميت جيل اللحظة الميدانية قلت في العراق بعد اذا تغير صدام الجماعة هذولة بالخارج واحد قاعد بسوريا وقاعد بلندن واحد قاعد بايران هذولة الدول اللي قاعدين بيها تاخد خانشية انت متخلي بيضاعب بالخان ياخدون عي خانشية فكيف اذا انت تريد تغير وضع بريطانيا تاخد حصة امريكا تاخد حصة ايران تاخد حصة فوين موجود هو المعارض الدولة تاخد حصتها اكو ناس عارضوا لكنهم مقوا بالبلد وهم تايار الصدري التايار الصدري مخرجوا اذا لم يصنعوا بالخارج مثلا المجلس الاسلامي الاعلى شكل في ايران حزب الدعوة شكل الشاه بالخمسينات زمن الشاه شكل في مواجهة القوة الوطنية تايار الصدري تايار فقراء فبالتالي لازم ينفصل عنهم لازم يسوي شيء مختلف تشوف ايضا بيه تايار عروبي وتيار وطني رغم انه بيه حرامية والحرامية اللي بيه يخوفون لانه تايار الصدري يخوف مو مثل الباقين تشوف فمع وجود الحرامية اكو رجل يراقبهم طيب فما اخذ يومين اصطر هذي التجمع السني